اشتركوا في القناة في تقييم جوازات العالم جوازات كل دول العالم قائمت لأفضل جوازات السفر في العالم لعام 2021 قائمة ضمت 199 جوازات بعد صدور هذه القائمة قرأت تقريرا تقول بدايته مؤلمة هي لكن واقع الحال هذا تقول بداية هذا التقرير إذا كنت تحمل جواز سفر ياباني أو سنغافوري فهنيئا لك لأنها أقوى جوازات سفر في العالم أما إذا كنت تحمل جواز سفر عراقي فإعسفنا أن نخبرك إنك الأكثر تعاسى وإهمالا لأنك تحمل جواز سفر والأدنى عالمية طبعا هذه أيضا من الظواهر السلبية التي حلت في العراق العراقي كان مرغوب في كل الدنيا الآن جواز السفر من بيد مئة وتسعة وتسعين دولة ترتيب مئة وتسعين لا يعني ليس أدنى منه إلا أفغانستان الجواز السفر العراقي يحق له دخول ثمان وعشرين دولة وأفغانستان يحق له دخول ست وعشرين دولة بدون فيزا يعني المتقارب ليس سوى العراق وأفغانستان بعده أفغانستان بالمرتبة مئة وتسعين ويعراق المرتبة مئة وتسعين قبل الفترة كنت أستمع إلى وزير خارجي الحالي يتحدث عن جواز السفر وكانوا ربما قرأ خبرا أن جواز السفر العراقي هو جواز سفر من الأدنى في عام الفين وعشرين فقال سنحاول أن نعيد طباعة هذا الجواز ليكون أحسن الحقيقة مضحك هذا الجواب مضحك جدا هذه المعالجة التي نسمحها من هذا الوزير وهو وزير الخارجية يعني أصبح السياسة الخارجية يقول بهذا الشكل القضية ليست قضية طباعة جواز وشكل الجواز ولونه القضية تتعلق بمعايير تتعلق بالإطار الذي يصدر هذا الجواز بالدولة التي تعطي هذا الجواز بطبيعة هذه الدولة في العراق هناك لا دولة هناك ميليشيات تحكم هناك البلد الأكثر فسادا بين أكثر خمس دول فسادا في العالم دولة فاشلة يسمونها هشة الآن دولة تحكم بها الميليشيات السلاح منفلت القتل الاختطاف الاعتداء على الحقوق الاعتداء على النساء الاعتداء على الأطفال فيها حالات الانتحار لاعلى في العالم فيه هو أخطر عشر بلدان في العالم يعني باعتراف الأمم المتحدة كل الدول تحذر مواطنها من الذهاب إلى العراق هذا كل ينعكس على الجواز العراقي الجواز العراقي مجرد وثيقة تدل على طبيعة البلد الذي يصدر هذه الوثيقة لكن من يتحمل نتجه المواطن العراقي المسكين هذا الذي يعاني في مطارات على حدود الدول يعاملونه بإهمال وبريبة وبخشية يعني يتأخر في هذه المطارات وعلى الحدود ساعات طويلة وربما لا يدخل ربما يمنعون دخوله بسبب هذا الجواز بسبب معرفتهم بأنه جاء من هذه الدولة بنظامها هذا السيء بمحاصصاتها بخرابها بدمارها بسرقاتها بفسادها بالأرهاب الذي تمارسه أجهزتها الحكومية والميليشياوية ضد المواطنين وضد الكل هذه الحقيقة ببلد فاقد السيادة والاستقلال فماذا يكون طبيعة الجوازة؟ هذه الحقيقة لا نعيد طباعة الجواز وإذا عدنا طباعة الجواز هل سيتغير حال العراق؟ هل سيكون العراق ليس فاسداً؟ ليس مخرباً؟ الميليشيات متحكمة؟ مو أخطر عشر بلدان في العالم إذا طباعة الجواز من جديد؟ هل ستمحى كلمة أخطر عشر دول في العالم وسيكون العراق مهداً للسلام والأمن والأمان؟ هذه الكذبة الكبيرة الحقيقة مثل معالجة عادل عبد المهدي عندما قرره أن حالة الانتحار زادت وسأل من أين ينتحرون؟ قالوا من الجسر قال ارفعوا جدار الجسر لكي لا ينتحر منه أحد هي هذه المعالجة هي هذه القضية هنا أن تبحث عن الأسباب وتعالج الأسباب ولا تتعالج النتائج بهذه الطريقة الفجة المعيبة التي تدل على الغباء وتدل على الاستهتار بحياة المواطنين الحقيقة قائمة السفر هذه غريبة عجيبة وتدل على أن العراق يعني منذ عام الفين وثلاثة لحد الآن تتوالد فيه هذه الظواهر الغريبة والعجيبة التي تدل على خراب وتفكك هذا البلد والمصيبة الكبيرة أن المواطن هو من يدفع الثمن هؤلاء الذين في السلطة يحملون جوازات دبلوماسية ومبالغ كبيرة في جيوبهم وفي البنوق التي يودعون فيها أموالهم من الفساد والخراب وتستقبلهم كل الدول لكن المواطن البسيط هذا المواطن العراقي الشريف الآدمي هو الذي يتحمل هذا النتائج عندما يكون لديه مريضة عندما يزور أحد عندما يعتاج إلى السفر هو من يعاني والسبب هذا النظام الخرب الذي حل بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم لإصغائكم ألتقيكم في حلقة الأخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة